أهلاً بيكم، النهاردة هنتكلم عن مشكلة يمكن قابلت ناس كتير مؤخراً إن تطبيق يوتيوب الرسمي على موبايلات الأندرويد القديمة وقف شغل فجأة وده عمل قلق لناس كتير لسه بتستخدم التليفونات دي معاناً النهاردة كذا مصدر يمكن أهمهم فيديو من قناة السنابل للتكنولوجيا والمعلومات لشخص اسمه محمد سلطان وكمان شوية ملاحظات تانية هدفنا نفهم إيه اللي حصل بالزبط ونشوف إيه الحلول اللي المصادر دي بتقول عليها بالزبط كده، هو الموضوع يعني زي ما المصادر بتقول إن يوتيوب بتحديثاته الجديدة ما بقاش متوافق مع أنظمة الأندرويد القديمة أوي دي بنتكلم تحديداً عن الإصدارات اللي هي من أول ثلاثة لحد يمكن سبعة يعني التطبيق ممكن يفتح ثانية ويقفل أو يدي رسالة خطأ؟ أيوة هو ده اللي بيحصل غالباً، رسالة بتقول إنه خلاص مش هيشتغل على الجهاز ده والمصادر كمان بتقول إن الموضوع ممكن يجبر يعني وممكن نشوف المشكلة دي قريب في أندرويد 8 وتسعة وعشرة كمان؟ للأسف في إشارة لكده، مع استمرار التحديثات يعني الموضوع ليه علاقة بإمكانيات جديدة أو طبعات أمان أحدث؟ التطبيق بيحتاجها والأنظمة القديمة دي ببساطة مبتدعمهاش مفهون، طيب خليها ندخل في الحلول بقى، المصدر الأساسي، الفيديو، كان مركز على حل معين آه، حل المتصفح، دي يمكن أسهل طريقة وأكترها أماناً لكتير من الناس الفكرة كلها إنك، الأول بتعطل تطبيق يوتيوب اللي عندك؟ أوقفه خالص يعني من الإعدادات؟ أيها، من الإعدادات تدخلي على التطبيقات وتدوري على يوتيوب وتعمليله تعطيل أو ديسابل لو ما لقتيش تعطيل ممكن تعملي إلغاء تثبيت التحديسات، ده بيرجعه لنسخة قديمة قوي، ممكن تكون برضو مش شغالة، بس المهم ما يبقاش هو للنشط تمام، عطلنا التطبيق، وبعدين؟ تفتحي بقى جوجل كروم عادي، المصادر بتقول يفضل يكون متحدث لآخر نسخة، هو وخدمات جوجل بلاي كمان ده عشان يشتغل أحسن؟ بالضبط، وبعدين تبحثي عن يوتيوب في جوجل، هيختح معاك الموقع عادي جدا، وليه يعني عشان يبقى سهل توصليه بعد كده من التلات نقط اللي فوق في كروم تختاري الإضافة إلى الشاشة الرئيسية آه، زي ما بنعمل اختصار لأي موقع؟ أيها، وتسميه يوتيوب، هيظهر لك آيطونة على الشاشة الرئيسية للموبايل شبه آيقونة التطبيق الأصلي حلوة الفكرة دي، يعني كأن الواحد عمل تطبيق بديل بنفسه هو ده، والميزة هنا إنك بتتخطي مشكلة التوافق دي خالص، بتقدر تتفرجي، تسجلي دخول بحسابك، تعملي لايك، تكتبي كومنت، كله تمام بس هل التجربة بتبقى يعني هي هي زي التطبيق مفيش أي فرق؟ بصراحة هي قريبة جدا، ممكن الوجهة تكون مختلفة شوية بسيطة، بعض الخصائص المتقدمة قوي ممكن ما تكونش بنفس السلاسة لكن للمشاهدة والتفاعل الأساسي، لأ، شغالة كويس جدا تمام، يبقى ده حل عملي ومضمون إلى حد كبير طيب، لو حد مصمم على إنه عايز تطبيق مش عايز متصفح، المصادر قالت حاجة عن كده؟ قالت طبعا، فيه كذا سكة تانية، أول سكة ودي محتاجة حذر شوية هي إن الواحد يدور على ملف APK لإصدار قديم من يوتيوب APK ده اللي هو ملف التثبيت بتاع التطبيق نفسه؟ بالزبط كده، ملف بينزل من برى المتجر وتسبتيه بنفسك الفكرة إنك تلاقي إصدار قديم كان شغال قبل ما المشكلة دي تحصل بس دي مش خطر شوية يعني، ألاقي منين مصدر موثوق، ممكن أنزل فيروس بالغلط عندك حق تماما، ودي أكبر مشكلة في الحل ده لازم المصدر يكون موثوق مليون في المية وده صعب للمستخدم العادي يتأكد منه، فيه مخاطرة بصراح طيب، إيه كاني غير الـ APK؟ فيه تطبيقات تانية خالص، تطبيقات بديلة اليوتيوب الفيديو والمصادر التانية ذكروا اتنين بالاسم واحد اسمه جانة تيوب، جانة تيوب ده موجود على جوجل بلاي عادي وبيقولوا فيه مميزات زيادة زي تشغيل الفيديو في الخلفية وحاجة كده موجود على جوجل بلاي، يعني أأمن شوية؟ المفروض آه، طالما على المتجر الرسمي يبقى على الأقل عد على فحوصات جوجل الأساسية والتطبيق التاني كان اسمه إيه؟ التاني اسمه سناب تيوب، سناب تيوب، ده مشهور أكتر بأنه بينزل فيديوهات بس هنا في نقطة مهمة جدا، سناب تيوب ده مش موجود على جوجل بلاي لازم تنزليه من الموقع الرسمي بتاعه هو آه، يعني زي الـ APK كده، بنرجع لنفس نقطة التحميل من برى المتجر والمخاطرة الأمنية بالزبط، لازم الواحد يبقى واخد باله جدا وهو بينزل تطبيقات من مصادر خارجية تمام، يبقى المتصفح أو APK بحذر شديد أو تطبيقات بديلة زي جنة تيوب وسناب تيوب مع مراعاة مصدر التحميل هل في حلول تانية تقالت؟ في حلين كمان، واحد مؤقت قوي والتاني جزري وصعب الحل المؤقت إنك تدخلي على إعدادات تطبيق يوتيوب نفسه، التخلين، وتعملي مسح للبيانات المؤقتة أو الكلير كاش والكلير ديتا ده بيعمل إيه؟ ده بيمسح الملفات المؤقتة اللي التطبيق مخزنها ساعات ده بيحل مشاكل غريبة ويخلي يشتغل بس يعني غالباً بيكون حل مؤقت قوي ممكن يشتغل مرة وبعدها يرجع يا أفتاني أو تضطر تعملي كده كل مرة آه، يعني مش حل عملي خالص للاستخدام اليومي نا طبعاً الحل الأخير بقى، وده اللي بيسموه الحل الجذري هو تحديث نظام الأندرويد نفسه بتاع الموبايل يعني لو الموبايل أندرويد 7 مثلاً تحاولي تنزلي عليه نسخة أندرويد 8 أو 9 بس ده عملية معقدة جداً اللي هي بيسموها كاستم رام وحاجات كده؟ أيوة، بتحتاج خبرة تقنية عالية وممكن ما يكونش متاحة لكل الأجهزة ولو تعملت غلط ممكن تبوز الموبايل خالص يعني ده غالماً محتاجة متخصص تمام، الصورة كده وضحت جداً يبقى إحنا بنتكلم عن مشكلة سببها أن يوتيوب بيتطور أسرع من الأجهزة الأديمة والحلول بتتراوح من السهل والآمن زي المتصفح لغاية المعقد والمحتاج خبرة زي تحديث النظام بالضبط والموضوع ده بيورينا قديد تكنولوجيا سريعة وقديد ده بيعمل تحدي للأجهزة اللي معانا بس في نفس الوقت بيورينا برضو إبداع الناس في إيجاد حلول بديلة عشان يفضلوا يستخدموا الحاجات المهمة بالنسبة لهم وده فعلاً يخلينا نفكر في نقطة أعمق الحلول البديلة دي هتفضل شغالة لحد إمتى وهل ده معناه أن الأجهزة القديمة خلاص دورها انتهى وإيه تأثير ده على فكرة أن التكنولوجيا تكون متاحة للكل وعلى الطريقة اللي بنستهلك بيها الأجهزة دي يعني نقطة تستهل نفكر فيها ترجمة نانسي قنقر